السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من قناة هنذاكر ونفهم المرة اللي فاتت خلصنا الوحدة الاولى وهي الكتلة والوزن النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الوحدة التانية وهي الطاقة الحرارية اول درس معانا في الوحدة التانية وهو توصيل الحرارة تعالوا اسألكوا سؤال هنا كل واحد فينا اما بيجي يمسك كبائي تشاي سخنة جدا يا طرى ياولاد ايه اللي انتوا بتحسوا بيه مش بتحسوا ان ايديكو سخنت جدا من كوباية الشاي من كتر السخونة بتاعت كوباية الشاي يبقى ايه اللي بيحصل لما بنلمس كوب شاي ساخن او كوب مية سخنة او نمسك اي حاجة سخنة بحس بايه بلاقي ايديا سخنت و ايديا كمان بتتلسع وبتجي ابعدها الورى من كتر مأدية بتسخن طيب اما باجي امسك تلج لو جيت مسكت تلج في ايدي بحس بايه بحس بالبرودة الفضيعة بتاعت التلج بحس ان ايديا بردت جدا وكمان ما بقدرش استحمل التلج ده وبرمي من ايدي طب ايه اللي بيحصل هنا والحالتين اللي حصل فيهم ده كان بسبب ايه يا ولاد بسبب وجود الحرارة او بسبب انتقال الحرارة يعني ايه يا ميس يعني يا ولاد فاول حاجة وانا مسك كوباية الشاي دي حصل انتقال للحرارة يعني ايه يعني الحرارة العالية جدا بتاعت كوباية الشاي انتقلت وراحت لأدية يعني الحرارة يا ميس بتنتقل ايوة الحرارة يا ولاد بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة ومين هنا كان الاعلى في درجة الحرارة كوب الشاي كوب الشاي ساخن جدا جدا وحرارته عالية جدا يعني اعلى في درجة الحرارة طيب الحرارة بتاعته بقى هتنتقل وتروح لمين هتروح للجسم الاقل في درجة الحرارة وهو ادية ادية اقل من الكوب في درجة الحرارة علشان كده ايه اللي حصل علشان كده ادية سخنت الحرارة اتنقلت لها فا ادية ايه ادية حرارتها زادت او بعد كده لقيتها سخنت علشان كده انا حسيت بحرارة الكوب يبقى ايه اللي حصل اذا كنت بلمس كوب ساخن تشعر بحرارة الكوب بسبب انتقال الحرارة الحرارة بتنتقل من الكوب الساخن الاعلى في درجة الحرارة راحت فين الى اليد الاقل في درجة الحرارة يبقى على طول يا ولاد الحرارة بتنتقل من الاعلى الى الاقل وهو ده اللي حصل عند لمس قطع التلج انا يا ولادة ما بمسك قطع التلج في ايدي لو انا فضلت مسكها فترة طويلة في ايدي هيحصل هلاق التلجية ساحت معنى كده ايه نفس الكلام ان الحرارة انتقلت من الجسم الاعلى في درجة الحرارة اللي هو مين بقى هنا ايديا مين اعلى في درجة الحرارة ايديا ولا التلج ايديا طبعا ده التلج بيبقى بارد جدا ودرجة حرارته قليلة جدا يبقى هنا بقى الاعلى في درجة الحرارة هو ايديا فالحرارة انتقلت من ايديا راحت لمين راحت للتلج علشان كده التلج في ايدي بعد فترة هلاقيه ساح وعلشان كده انا هحس بايه هحس ببرودة فضيعة من التلج بسبب ايه بسبب يا ولاد ان الحرارة اللي كانت في ايدي انتقلت وراحت للتلج معنى كده ان ايدي فقدت الحرارة اللي فيها فعلشان كده حسيت بايه حسيت بالبرودة يبقى انتقلت الحرارة من ايدي اللي هنا بقى اعلى في درجة الحرارة ما احنا بنقارن ما بين جسمين يعني هنا بقارن ما بين ايدي والتلج يبقى مين اعلى في درجة الحرارة اكيد ايدي اعلى من التلج التلج بيبقى بارك جدا يبقى انتقلت الحرارة من اليد الاعلى في درجة الحرارة الى قطعة الثلج الاقل في درجة الحرارة فقدم انتقلت الحرارة من ايدي معناها ان ايدي فقدت الحرارة اللي فيها معناها ايه بقى ان انا هشعر بالبرودة تمام يا ولاد طيب معنى كده ايه بقى مش انا كده اقدر اقول ان الحرارة دي احد صور الطاقة ايوا طبعا احنا يا ولاد خدنا قبل كده إن الطاقة هي القدرة على بازل شغل أو إحداث تغيير طب إيه الشغل وإيه إحداث التغيير اللي حصل هنا مش أنا يا ولاد إيدي درجة حرارتها تغيرت لما مسكت كوباية شي سخنة إيه اللي حصل إيدي كانت برده بقت سخنة يبقى عشان كده قدر أقول على الحرارة دي إنها أحد سوار الطاقة يبقى لماذا تشعر بالحرارة عند لمس كوب ساخن علشان يا ولاد الحرارة دي أحد سوار الطاقة بتعمل إيه؟ بتعمل تغيير يعني إيه؟ يعني بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الأقل في درجة الحرارة علشان كده أقدر أقول على الحرارة دي إنها سوار الطاقة طيب لو أنا بقى عايز أعرف الحرارة بعد اللي إحنا فهمناه مع بعض ها انتوا اللي هتقولوا الحرارة هي ايه برافو عليكم هقول ان الحرارة صورة من سور الطاقة تنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة اجي انا هنا مسكت الطاصة السخنة جي اللي حصل السخنية او الحرارة انتقلت من الطاصة اللي هي سخنة اوي وموجودة على النار راحت لقديا فانا قديا تلسعت وبعدتها الوراوح مرت ليه لان الحرارة صورة من سور الطاقة تنتقل انتقلت من الجسم الأعلى اللي هي الطاصة الصخنة دي وصلت لإداية الأقل في درجة الحرارة يبقى ده يا ولاد تعريف الحرارة مهم جدا وبييجي على طول تعريف أو بييجي أكمل طيب اللي بقى ملحوظة مهمة جدا هو اللي احنا لستيرينه مع بعض إن شرط انتقال الحرارة هو وجود اختلاف في درجات الحرارة بين الجسمين يعني إيه؟ يعني لازم يا ولاد يكون عندي جسم أعلى في درجة الحرارة وجسم أقل منه في درجة الحرارة ما ينفعش اللي اتنين يبقى ليهم نفس الحرارة لازم واحد عالي وواحد أقل علشان كده ما باجي في الشتاء وبتبقى أدية برد جدا أجي جنب الدفاية أو جنب النار كده بلاقي إيه؟ بلاقي بعد شوية أدية بتدفى معنى كده إن الحرارة انتقلت من الدفاية راحت فين لأدية يعني انتقلت من الأعلى في درجة الحرارة اللي هي النار أو الدفاية راحت لفين؟ راحت لأدية يبقى لو قلت لك أكمل شرط انتقال الحرارة إن لازم إيه يا ولاد وجود اختلاف في درجات الحرارة بين الجسمين طيب ماذا هيحدث بقى لو تلامس جسمين لهم نفس درجة الحرارة يعني لو أنا كده أدية برد قوي في الشتاء وروحت مسكت إيد ماما اللي برد قوي كده زيه إحنا اللي اتنين لنا نفس درجة الحرارة قدينا اللي اتنين برد جدا هل في واحد فيهم هيدفت تاني؟ هل هيحصل أي تغيير أو هتنتقل الحرارة؟ لا طبعا ليه؟ لأن هما الاتنين ليهم نفس درجة الحرارة يبقى لا يحدث الانتقال للحرارة بينهما مش هينقلوا الحرارة بينهما لأن هما الاتنين ليهم نفس درجة الحرارة طيب أنا عمل أقول درجة الحرارة درجة الحرارة درجة الحرارة إيه هي درجة الحرارة دي يا ولاد؟ لو أنا كده كنت عيان وماما قالتلي ده أنت سخنة قوي مش ساعات بتقول علي أن أنا لسه دافي شوية وساعات بتقول ده أنت سخنة جدا بتقول لك بقى إيه؟ لا ده انت درجتك 38 ده انت لسه دافي شوية او سعدت اقولك لأ ده انت درجة حرارتك عالية قوي وصلت مثلا ال40 اقدر الله معنا كده ايه بقى ايه درجة الحرارة دي اولاد انا عرفت بها ايه قال لي ان هي مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة اي جسم يعني هو ده المؤشر اللي عرفني اذا كنت انا سخنة شوية ولا سخنة قوي تمام يبقى مؤشر هو ده اللي عرفني ساعدني في التعبير عن مدى سخونة او برودة اي جسم دي درجة الحرارة يبقى الجسم سخن يبقى هو عنده حرارة طب هو عنده بقى انه درجة من درجات الحرارة هالحرارة عالية هالحرارة قليلة ده اللي بعرفه من درجة الحرارة طيب علشان اعرف بقى ياولاد اعين درجات الحرارة بتاعت اي جسم بستخدم اجهزة معينة اسمها الترمومتريات يبقى لقياس درجات الحرارة او عشان اعرف درجة الحرارة بتاعت اي جسم بتساوي كام درجة بالزبط عايز اعرف درجة السخونة بتاعت الجسم اللي عندي مقدرها قد ايه بالزبط برقم محدد بستخدم اجهزة اسمها الترمومتريات والترمومتريات ياولاد او درس الترمومتريات هنتكلم عنه بالتفصيل الفيديو اللي جاي ان شاء الله طيب ايه بقى استخدمات الحرارة واهميتها في حياتنا ايه اهمية الحرارة في حياتنا ياولاد طبعا في المنزل في طهي الطعام بعمل اكل طبعا على البتجاز من جرح حرارة مش عارف اسوي الطعام بتاعي وايه كمان والتدفئة تدفئة المنازل طبعا والدفايات دي كلها محتاجة ايه محتاجة حرارة وايه كمان وتسخين الماء او غلل الماء سواء في البيت او المصانع وكمان تكفيف الملابس حرارة الشمس هي اللي بتساعدني ان انا نشرف الهدوم بتاعتي بانشر الهدوم كده بره علشان ايه علشان الحرارة اللي بتيجي من الشمس بتستخدم فيه تكفيف الملابس ومش بس كده ياولاد ده كمان بستخدمها في الصناعة صناعة كتيرة جدا ياولاد ما بتتمش غرب ايه غرب وجود الحرارة زي صناعة الزجاج طبعا مشهور جدا ان احنا بنصنع الزجاج من الحرارة الزجاج ده اصلا بيتصنع من كريستالات من الراملة عند درجات حرارة معينة بيبتجي يتكون ايه عندي بيبتجي يكون الزجاج والورق والمنسوجات وكمان صناعات الاغذية يبقى صناعات كشيرة جدا يا ولاد بتعتمد على وجود ايه وجود الحرارة طيب المواد يا ولاد اللي موجودة حوالينا بتختلف في توصيلها للحرارة كل مادة موجودة حوالي بتختلف عن المادة التانية في توصيلها للحرارة يعني ايه الكلام ده علشان افهم الكلام ده بالتفصيل عملنا تجربة سهلة جدا وجميلة جدا وانت ممكن تعملها في البيت ايه هي بقى جبت كاس فيه مية وحطيته فوق النار وسبته ايه وسبت المية فيه تسخن وبعدين وبعدين جبت مجموعة من السيكان من مواد مختلفة علشان اشوف المواد اللي عندي بتوصل للحرارة زي بعضها ولا في اختلاف فجبت عندي ساك من الحديد وصاك من الخشب وصاك من الألمونيوم وصاك من البلاستيك وحطيتهم كلهم في ايه في كاس المية اللي انا حطيته على النار وسبت المية تسخن وبعدين يا ولاد وبعد كده بتديت امسك كل ساك من الطرف بتاعها من فوق اول حاجة مسكت ساكل الالمونيوم بعد كده مسكت ساكل حديد وصاكل خشب وصاكل بلاستيك وقلت هشوف المواد بتوصل للحرارة زي بعضها ولا لا كانت بقى يا ولاد ايه الملاحظة بتاعتي لقيت ان انا نما بمسك ساكل حديد والالمونيوم بتلسع وببعد ايدي بسرعة جدا بلاقي السيكون دي يا ولاد سخنت جدا جدا من المياه السخنة اللي هي محطوطة فيها واتلسعت وشعرت بالحرارة وبعدت ايدي بسرعة جدا ولقيت حاجة غريبة بقى كمان اما جيت امسك ساكل خشب او ساكل بلاستيك لقيت ان انا محطوطة في مياه سخنة وفضلت مسكها فترة طويلة ولا حسيت باي حاجة ايه ده معناها ايه بقى الكلام ده يا ولاد معناها ان تختلف المواد في توصلها للحرارة ايه ده يا ميس يعني انا محط مجموعة مياه مختلفة في نفس درجة الحرارة او نفس المياه السخنة مع بعض مش المفروض ان انا هحس بنفس السخنية او نفس الحرارة في كل المواد او كل السقان اللي انا مسكتها لا طبعا يا ولاد لقيت المواد بتختلف في توصلها للحرارة كل ساك اما جيت مسكتها كان الشعور بتاعي مختلف عن الساك الاخرى فلقيت ان الحرارة انتقلت خلال المعادن ايه هي المعادن دي خلال الالمونيوم والحديد انتقلت خلالهم الحرارة ووصلوا للحرارة دي بسهولة جدا لدرجة ان انا اتلسعت ولقيت السقان دي سخنة جدا جدا علشان كده سميت المواد دي جيدة التوصيل للحرارة جيدة ووصلت لي الحرارة بشكل كويس جدا او بشكل جيد جدا طب بالنسبة للخشب والبلاستيك اللي جيت مسكتهم ما حسيتش باي حاجة فسميتهم ايه بقى لقيت ان لا تنتقل الحرارة خلال الخشب والبلاستيك علشان كده سميتهم مواد رضيئة التوصيل للحرارة قليلة التوصيل للحرارة توصلها للحرارة ضعيف جدا 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 يبقى السمت المواد عندي الحاجتين بناء على النشاط اللي انا عملته مواد جيدة التوصيل للحرارة ومواد رضيئة التوصيل للحرارة يبقى يمكن تقسيم المواد حسب توصيلها للحرارة الى مواد جيدة التوصيل للحرارة موصلة ومواد رضيئة التوصيل للحرارة او مواد عازلة يعني ايه مواد موصلة ومواد عازلة المواد جايدة التوصيل للحرارة موصلة يعني وصلت الحرارة كويس جدا طب الرضيقة قليلة التوصيل للحرارة سمتها عازلة لكنها معزولة عن الحرارة أو عزلتني عن الحرارة فخلتني محسش بأي حرارة لما مسكتها طيب المواد جايدة التوصيل للحرارة تعرفها ايه؟ هي المواد التي تسمح بسريان الحرارة خلالها هي اللي الحرارة مشت من خلالها بكل سهولة زي ايه؟ زي النحاس والألمونيوم والحديد والزئبك كل احنا طبعا في التجربة شفنا الألمونيو والحديد وكمان النحاس وكمان الزئبك كل المعادن جيدة التوصيل للحرارة طيب المواد الرديدة التوصيل للحرارة لا تسمح بسريان الحرارة خلالها ما بتخليش الحرارة تمر خلالها او بتعزل الحرارة زي ايه بقى ياولاد طبعا البلاستيك والخشب اللي شفناهم مع بعض وكمان المطاط والزجاج والورق والهواء ايه ده يمس هو حتى الهواء كمان بيعزل للحرارة ايوة ياولاد الهواء ده مادة رديدة التوصيل للحرارة او مادة عازلة للحرارة وهنشوف مع بعض الحصة اللي جاية ان شاء الله تطبيقات في حياتنا كتير جدا بتبينني ان الهواء ده عازل للحرارة وما بيوصل ليش الحرارة طيب يبقى المواد جيدة التوصيل للحرارة جميع المعادن زي ايه ياولاد ده ايه ده ده الستال ستيل الستال ستيل ده ساعد بشوفه كده معمول بيه اصوار الجناين او في البلكونات وبيتعمل طبعا بنات كتير عارفين انه بتعمل منه انواع من الحلل ده كده اسمه اللي ايه اسمه الستال ستيل او اسمه الصلبة المقاوم للصدق لانه هو مادة صلبة بس طبعا مش زي الحديد ده ايه ده لا يصدق مقاوم للصدق يبقى اسمه ايه ياولاد يبقى اسمه الستال ستيل او الصلب المقاوم للصدق ويه كمان والألمونيوم وده كده ايه ده كده النحاس وده ايه ده الحديد يبقى نحاس ألمونيوم حديد زئبك الصلب المقاوم للصدق دو كل دول ايه مرافو عليكم مواد جيدة التوصيل للحرارة او مواد مواصلة تسمح بصرايان الحرارة من خلالها طيب المواد الرديقة بقى او العازلة قلنا البلاستيك والخشب والمطاط والزجاج والورق والهواء ده كده المطاط يا ولاد وده الورق كل دول ايه عازل للحرارة وده كده الخشب ملاقي ماما دايما بتقلب بمعلاقة خشب كده على النار عشان ايه علشان المعلاقة متوصلهاش الحرارة عشان هي مادة رديقة التوصيل للحرارة او مادة عازلة وايه كمان والبلاستيك يبقى كل دول مواد عازلة او رديقة التوصيل للحرارة تمام كده يا ولاد احنا خلصنا الجزء الاول في درس توصيل الحرارة متنسوش تحلوا الواجب وتكتبوه لي تحت في الكومنتات ايه الفرق ما بين المواد المواصلة والمواد العازلة ومتنسوش قبل ما نقفل الفيديو نتأكد ان احنا عملنا سبسكرايب واشتراك للقناة وتدوسوا لايك للفيديو والمرة جاية ان شاء الله هنكمل مع بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته